الظلم والجشع معطفان على إدارة فاشلة للموارد والمصادر الطبيعية عنوين تتوج على نحو مأساوي المجاعات والتدهور الغذائية والبيئي الذين يطوقان شعوباً وفئات اجتماعية في أفريقيا ومناطق أخرى شعوب أفكرت على امتداد عقود من تمركز الثروة والقوة في يد حفنة من الدول الدراسات الأخيرة بشأن أسباب تفاقم الجوع ونقص الغذاء وآخرها تقرير أوكسفام تحذر من وصول أزمة الغذاء في شرق أفريقيا إلى ذروة جديدة في يوليو تموز المقبل حيث يموت شخص جوعاً كل 28 ثانية الجفاف الناجم عن تغير المناخ والصراعات التي تغذيها الدول الغربية المتنافسة في أفريقيا وأزمة التضخم كلها تدفع أكثر من 40 مليون شخص في أنحاء شرق أفريقيا إلى الجوع التطورات الأخيرة في السودان ستسبب انعدام الأمن الغذائي لنحو مليونين ونصف مليون شخص الصورة القاتمة تزداد بشاعة وحدة في لحظة تلهي الأنظمة القادرة على المشاركة الفعلية في مد يد العون وعجزها المشبوه عن تقديم الحلول بريطانيا التي أنفقت ثروة على تتويج ملكها وتضخ كغيرها مبالغ طائلة في حرب أوكرانيا العبثية تخشى أوكسفام من أن تخفض تمويلها لأزمة الغذاء في شرق أفريقيا وتصبح متقاعسة وأن تفشل في الوفاء بالتزاماتها التزامات تتراجع عنها الدول الغنية وتنقض مسؤولياتها عن كارثة المناخ بارتداداتها الكارثية على البيئة والأسيما في دول العالم الفقيرة وتقول أوكسفام ومنظمات أخرى تتابع أمراض المناخ إن دول مجموعة السبع من بين الدول المسؤولة على نحو رئيس عن تغير المناخ لذلك تتحمل مسؤولية أخلاقية لدعم من تدمرت حياتهم بسبب أزمة المناخ أثبتت التجارب والوقائع أن سياسات الدول الغنية في الغرب بصرف النظر عن الفتاة الذي تقدمه إلى الشعوب الفقيرة تهدد بمقاربتها الليبرالية المتوحشة لحاجات البشر وكوكبهم بتحويل مجتمعات كاملة إلى جحيم ربما لن تتأخر في أن تطال سكانها بالذات ترجمة نانسي قنقر